بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم دعين الله أن يكلل مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وبعث أيضا برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هذا وبعث توفيق برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهذه المناسبة المباركة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر لأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وبعث توفيق أيضا برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمع وبعث توفيق برقية تهنئة لمفتي البمهورية شوقي علم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين ولزملائهم في مأموريات حفظ السلام بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم